دكتور عبد المحسن بمحمد السميح أستاذ الإدارة التربوية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والله تشرفت وسعدت بحضوري هذا اليوم المبارك ومنذ الصلاح المبارك هذا المؤتمر الذي تقيمه جامعة شقرة مشكورة إذ تبنت موضوعا مهما وعصريا ملحا ألا وهو الهوية الوطنية في ضوء رؤية المملكة 2030 منذ الصباح الباكر وحضور حفل الافتتاح والكلمات والجلسة الأولى ثم الجلسة الثانية التي شرفت برئاستها تم تناول العديد من الأبحاث العلمية والفكرية التي تناولت التأصيل الديني والشرعي للهوية الوطنية ثم دخلت في مكونات هذه الهوية الوطنية وناقشتها بكل تفاصيلها وعرجت على مهددات الهوية الوطنية وتم تناولها بكل وضوح كذلك تمت مناقشة العديد من التأصيل في حب الوطن وغير ذلك من الأبحاث والجلسات العلمية التي ما زالت مستمرة إضافة إلى الدورات التدريبية والورش العملية التي تقام على هامش هذا المؤتمر الكبير كل الشكر وكل التقدير لجامعة شقرة أن أقامت هذا المؤتمر بهذا الموضوع المتميز وسلطت الضوء عليه وكذلك الشكر موصول لجميع الزملاء الكرام في الجامعة العاملين وأخص منهم الأستاذ دكتور عوض الأسمر مدير الجامعة وكل الزملاء في اللجان العاملة الذين هم جنود مجهولة خلف الكواليس سيعملون للتدريب